في الاول من اكتوبر لعام الفين وعشرين. وبعد منتصف الليل بقليل ظهر شاب امريكي يدعى راندي رايدر في مكتب عمدة مقاطعة شامبين شامان بولاية اوهايو الامريكية. للابلاغ عن اختفاء صديقته ووليدة ابنته ويدني هوسلر البالغة من العمر خمسا وعشرين عاما. كان الشاب في غاية القلق. وقد اوضح للمحققين انه لم يروا مبنته منذ شجار دار بينهما في صباح اليوم السابق. الموافق للثلاثين من سبتمبر. حيث غادر راندي المنزل مغاضبا في حوالي الساعة الحاضية عشر صباحا. وعندما عاد لم تكن ويدني موجودة. وقد فشلت كل محاولته في التواصل معها في الاثنى عشر ساعة الاخيرة. اشار راندي في حديثه مع المحققين. الى انه وويدني عشان في منزل والديه. روني وفاليري رايدر. الواقع في سنت باريس. ولذلك فقد توجه رجال الشرطة من فورهم الى ذلك العنوان. لتفقد وينتي وتحقيق في البلغ الذي قدمه راندي. ترى ما الذي جرى لويتني? وهل سيتمكن المحققون من العثور عليه قبل ان يصيبهما مكروه ما? ام ان بلغ راندي قد جاء متأخرا بالفعل? اذا كنت تملك الفضول الكافي لمعرفة الاجابة على هذه الاسئلة. تابع معنا هذه الحلقة المقدمة لك من قناة وقائع حتى النهاية. عندما وصل المحققون لمنزل عائلة رايدر لم يجدوا اثرا لويتني ولا لابنتها. ولا حتى لوالدي راندي المسنين. ولم يكن هناك احد في المنزل سوى شقيق راندي الاصغر رودني رايدر جونيور. والذي اخبر المحققين ان والديه غادر الاكتشاف مواقع جديدة لصيد الغزلان. وقد اصطحب حفيدتهم الصغيرة ذات العامين معهما بعد ان تركتها والدتها خلفها. بالنسبة للمحققين. كان من الغريب ان يخرج الزوجين لاكتشاف مواقع للصيد في ذلك الوقت المتأخر من الليل. والاغرب هو اصطحاب حفيدتهما التي لم تتم عامها الثاني بعد في رحلة خطيرة كهذه. قصوصا ان البرد يشتد بعض الشيء في ذلك الوقت من العام. لذلك قرر رجال الشرطة المكثة في منزل عائلة رايدر. وانتظر الزوجين المسنين ريثما يعودان من رحلتهم. لكن الانتظار طال حوالي لسبع ساعات. وهو ما زاد من شكوك وارتياب المحققين بالامر. قبيل الفجر بقليل. عاد الزوجان رايدر بصحبة حفيدتهما الى المنزل. وكانت تظهر عليهم اثار الطين كما لو كان في الغابات او في احد المنتزهات الوطنية الكبيرة. وعندما سألهم المحققون عن ويتني اخبرتهم فاليري ان ويتني غدرت المنزل في ظهر اليوم السابق. وذلك بعدما تشجرت مع راندي. اشرت فاليري في حديثها مع المحققين. الى ان احدى صديقات ويتني المقربات عرجت عليها في ظهيرة ذلك اليوم. واستحبتها في سيارتها. ولم تفصح ويتني التي غادرت المنزل مغاضبة وتركت ابنتها خلفها عن وجهتها. لكنها فيما بعد. ارسلت لفاليري رسالة نصية تخترها فيها بانها ستغيب لفترة من الوقت. عندما سأل المحققون الزوجين عما كان يفعلان في الخارج في ذلك الوقت المتأخر من الليل. اكد الرواية التي اخبرهم بها ابنهم الاسار. والتي تفيد بانهما كان يستطلع عن مواقع لسيد الغزلان. لكن رجال الشرطة لم يصدقوا ذلك المبرر على الاطلاق. واسروا على تفتيش سيارة الزوجين ذات الدفع الربعي. فتح المحققون عتاء السيارة الخلفي وهناك وجدوا اكياس قمامة سوداء. واجزاء من شريط اللاسق مستخدم. وفي هذا الشريط. علقت خزلات شعر شقراء اللون. تماما كشعر ويتني. بالاضافة الى ذلك عثروا على عربة تستخدم في نقل الاشياء الثقيلة. كانت عجلات تلك العربة مغطاة بالطين. فضلا عن عثورهم على قفاز مطاطي ونعال نسائي. بررت فاليري ما وجده المحققون في سيارتها بانها كانت تنظف المنزل في ذلك اليوم. وان كل ما وجده المحققون كان قمامة همت بالقائها في الحاوية. وقد نقلتها للشاحنة بهذا الغرض لكنها نسيت ان تلقي بها في الحاوية. بطبيعة الحال لم يصدق المحققون الدعاءات فاليري. ولذلك فقد صادر المحققون كل ما وجد في الشاحنة. وتم نقله للمعمل الجنائي. فيما تم اصدحاب كل من فاليري وزوجها ورودني وابنهما الرندي لمركز الشرطة ليخضعوا للاستجواب. لم يختلف الامر كثيرا في مركز الشرطة. حيث ظل الزوجان مصرا على موقفهما. ونفي ان يكون لهما اي صلة باختفاء وثن المفاجئ. لكن الامر. لم يكن كذلك بالنسبة لابنهما راندي. الذي بدأ في التعاون بشكل اكبر مع المحققين وبدأ يطلعهم على تفاصيل جديدة متعلقة بما حدث في اليوم الذي اختفت فيه ويتني. اوضح راندي للمحققين ان سر الخلاف بينه وبين ويتني كان سأمهما من مكوثهما في منزل والديه. حيث انهما كان يخططا للانتقال لشقة مستقلة. لكنها لاحظت ان راندي كان يتلكى? ولذلك فقد دب ذلك الشجار بينهما. لم يغفر عن المحققين ان صديقته المقربة وولدته لم يكون على وفاق. قصوصا ان والديه كان يحبان حفيدتهما كثيرا. ولم يرق لهما فكرة ان تنشأت الكالفتات الصغيرة بعيدة عن احضانهما. في اليوم الذي وقع فيه الشجار بين راندي وويتني. هددته الاخيرة بان تغادر المنزل مصحبة مع ابنتها مشيرة الى انه لن يصبح قادرا على رؤيتها من جديد. ولم تنسى ويتني ان تذكر كم تكره عائلة رايدر. وتمقط الاقامة في منزلهم الذي وصفته بانه مثير للشمئزاز. كانت ويتني تصرخ بذلك التهديد في وشي راندي ميرارا وتكرارا الى ان خرج راندي من عرفة النوم. ليلاحظ ان والديه قد سمع شجاره مع ويتني. وقد كانت فكرهما مشغولا بتهديد ويتني الذي من الممكن ان يحرمه من حفيزتهم الحبيبة. والتي كانت اهم شيء في عالمهما الصغير. لذلك حاولت فاليري ان تتحدث مع ويتني في محاولة منها لاثنائها عن قرار الرحيل برفقة الفتاة الصغيرة. وقد اختلت فاليري بويتني في غرفة النوم واوصد الباب خلفهما. كان راندي ووالده يقفان في الخارش. لكن كان بوسعهما سمع صوت ويتني وهي تصرخ في وجه فاليري. بعدما تصاعدت حدة الخلاف بينهما. وفجأة ساد الصمت في الغرفة. فذهب والده لتفقد الوضع. وعاد من الغرفة وعلى وجهه عالمات الظعر. قبل ان يمسك راندي من معصمه ويخبره ان عليه ان يغادر المنزل حالا. وان يختر مكانا ليمكث فيه لمدة يوم او يومين. اصح راندي عن مخاوفه بان مكروها ما اصاب ويتني في تلك الليلة. بعدما اوضح للمحققين ان والده طلب منه ان يختر اصدقاءه بمكان تواجده. وان يحرص على ان يكون في اماكن عامة كما لو كان يحاول ان يخلق له حجة غياب. في تلك المرحلة من التحقيقات. كان رجال الشرطة متأكدين بان فاليري وزوجها انهوا حياة ويتني خوفا من ان تنفذ الاخيرة تهديدها. خصوصا بعدما تحدث المحققون مع والدة ويتني وشقيقتها. التي اكدت بان ويتني كانت على خلاف مع فاليري فيما يقص رعاية طفلتها. اوضحت والدة ويتني للمحققين ان ابنتها كانت دائما تشكلها طريقة فاليري في التعامل مع حفيدتها. حيث انها حرمتها تقريبا من البقاء معها وكانت تحمل الفتاة الصغيرة طوال الوقت في كل مكان. لدرجة ان الفتاة الرضيع كانت تبيت ليلتها في غرفة جدها وجدتها بدلا من غرفة اميها. حاولت ويتني اكثر من مرة ان تغير تلك الطريقة. فقد كانت الجدت مؤمنة بان ويتني ورندي لم يكون مؤهلين لرعاية الفتاة الصغيرة وتنشيئتها. ولذلك فقد اصرت على ان تقوم هي وزوجها بهذا الدور. حتى لو كان ذلك على عكس رغبة ويتني. على الرغم من كل تلك الدلائل. لم يستطع المحققون توجيه الاتهام الى فاليري او زوجها بشكل رسمي. لانهم حتى تلك اللحظة لم يكونوا قد عثروا على ويتني او حتى على جثتها. وكان المحققون يدركون جيدا ان اتهاماتهم لفاليري ورودني لن تصمد امام المحكمة دون تحديده والتيقن منه. لكن لحسن الحظ. لم ينتظر المحققون طويلا قبل ان يصلوا لظلتهم. حيث سرعان ما وردهم بلاغ من احد المتنزهين الذي اخترهم بانه عثر على جثة فتاة عشرينية مستلقية على وجهها فقاع واد بالقرب من متزهي كيسرليك الحكومي. انطلق المحققون الى مكان العثور على الجثة من فورهم. وسرعان ما لاحظوا ان ملامح تلك الجثة تشبه الى حد كبير اوصاف ويتني. لكنهم نقلوا الجثة الى المعمل الجنائي ليتم التحقق من هويتها بشكل رسمي. اكد تقرير المعمل الجنائي هوية الضحية على انها ويتني هوتسلر المفقودة. واشرت تقريره الى ان ويتني فقدت حياتها بعدما تعرضت للخنق. بعد عثورهم على الجثة والتأكد من ان الضحية تعرضت للقتل كان لدى المحققين الحجة الكافية لالقاء القبض على الزوجين ومواجهتهما بتهمة من جديد وهذه المرة انهار الزوج واعترف بتفاصيل الجريمة. اوضح ردن للمحققين. انه تفاجأ عندما خفت الصوت فجأة من داخل غرفة النوم الخاصة بيراندي. وعندما دخل لتفقد ما يجري وجد جثة ويتني مسجاة على السرير. وعلى رأسها كيس بلاسيكي. فيما كانت فاليري مسلقية بجانبها وتظهر على وجهها علامات التعاب الشديد. فزع ردن لذلك المشهد. لكنه تمالك نفسه وقرر ان يساعد زوجته على التخلص من الجثة. ولذلك فقط طلب من رند الرحيل. وبعد ذلك شهد زوجته ويتضع جثة ويتني في كيس قمامة كبير. قبل ان تحكم اغلاق هذا الكيس بالشريط اللاصق. بعد ذلك ساعد ردن زوجته في حمل جثة ويتني الى الشاحنة قبل ان يقود الشاحنة الى منطقة مغفرة من منتزه الولاية. حيث تخلص من الجثة في البحيرة. وعاد درجهما الى البنزل ليكتشف ان الشرطة كانت بانتظارهما بالفعل. عندما وجهها المحققون باعترافات زوجها لم تملك فاليري الكثير من الخيارات للمراوغة. لكنها اصرت على انها لم تقدم على انهاء حياة ويتني. وان الامر بينهما اقتصر على النقاش الحاد. لكن في مرحلة ما توقفت ويتني عن التنفس. اما عن الكيس البلاستيكي. فقد اوضحت فاليري للمحققين انها لا تعرف كيف دخل ذلك الكيس لغرفة النوم. نتيجة لذلك عمد المحققون لعقد صفقة مع رودني يقوم من خلالها بالاقرار بالذنب في تهمة عرقلة العضلة والتراعب بلاد الله. بضلا عن الشهادة ضد زوجته في المحكمة مقابل ان يحظى بحكم مخفف. وفي ديسمبر من عام الفين وعشرين. وفق رودني رايدر الاب على صفقة الاقرار بالذنب. وحكم عليه بالسجن لمدة ست وثلاثين شهرا فقط. وتم اطلاق صراحه من السجن بالثامن والعشرين من شهر مارس لعام الفين وثلاثة وعشرين. اما فاليري التي مذهلت امام القضاء بتهمة القتل عمد من الدرجة الاولى فقد كانت لا تزال تملك في جعبتها بعض المفاجآت التي من شأنها ان تصدم الجميع. بدأت محاكمة فاليري في شهر فبراير من عام الفين وواحد وعشرين. وقد اتبع فريق الدفاع الخاص بها استراتيجية غريبة للعدالة. حيث قاموا بمحاولة القاء اللوم على راندي واتهامه بانه ومن انها حية ويتني. مشيرين الى ان فاليري عندما دخلت الى الغرفة كانت ويتني ميتة بالفعل. لكن الادعاء استطع ان يضحض تلك الاتهامات عن طريق تقديم الادلة الضرفية التي اثبتت ان فاليري هي من ارتكبت الجريمة. فضلا عن ان تقرير المعمل الجنائي كان قد اثبت وجود الحمض النووي لفاليري على الادوات التي تم استخدامها لنقل جثة ويتني. فيما لم يتم العثور على بصمات لراندي او بقيا من حمضه النووي. بالاضافة الى ذلك كانت شهادة كل من راندي وولده في المحكمة تدين فاليري بشكل كبير. ونظرا لكل هذه العوامل فقد تمت ادنة فاليري بتهمة القتل من الدرجة الاولى في الخامس والعشرين من شهر فبراع لعام الفين وواحد وعشرين. بالاضافة الى تهم اخرى تتعلق بالتلعب بالادلة وعرقلة سير العدالة. وتلقت فاليري حكما بالسجن مدى الحياة. ولن تكون مؤهلة للحصول على اطلاق صراح مشروط قبل العام الفين وواحد واربعين. تتولى تشيلسي هوسلر شقيقة ويتني امر حضرة ابنة اختها حتى يومنا هذا. ولا تزال تشيلسي تخشى اليوم الذي يتعين عليها فيه ان تشرح لابنة اختها ان والدتها فقدت حياتها على يد جدتها.